الرقم محرر من داعش وسوريا الديمقراطية مشرط المدينة برونتكس تؤكد تزايد تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا والاتحاد الأوروبي خصص مائة مليون يورو لمكافحة الإرهاب أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من سوريا مصدر الرعب الذي كان يؤرق أهل الرقم بات من الماضي بعد أن حررت قوات سوريا الديمقراطية المدينة من احتلال داعش خاصة دوار النعيم الذي اتخذه أفراد التنظيم ساحة للإعدامات وإرهاب المدنيين بعد معارك عنيفة استمرت لمدة شهور سقطت أهم حصون داعش وباشرت القوات الديمقراطية بتمشيط المدينة تمهيدا لعودة أهلها وبداية مرحلة جديدة بعد طرد أفراد التنظيم مرسلتنا روناك شيخي والتفاصيل هدوء تام يسود المدينة التي كانت ساحة لأعنف المعارك قبل أيام عضى أصوات بعض الانفجارات نتيجة محاولة التخلص من الألغام من قبل فرق متخصصة مقاتل قوات سوريا الديمقراطية يغادلون الأحياء المحررة مرددين هتافات النصر هذا هو دوار النعيم أو ما كان يسمى بدوار الجحيم لأنه أرعب سكان مدينة الرقة لمدة ثلاث سنوات من حكم داعش حيث كان يستخدم هذا المكان كساحة إعدام وكانت الرؤوس تعلق على هذه القطبات سالم أحد المشاركين في تحرير دوار النعيم وصف لنا حجم الاشتباكات التي دارت في هذا المكان المعارك هون عن دوار النعيم استمرت عشرين يوم لحتى حسننا نحرر دوار النعيم وذلك بسبب المفخخات والقناصين يعني قناصينهم كانوا منتشرين على البنايات ويبعثونا مفخخات كانت المعركة صعبة بس بالآخير قضينا عليهم ومشتنا منطقة النعيم وأخيرا نحن في الملعب الأسود آخر معاقل داعش في عاصمة خلافته المزعومة حيث يقف شيرو ويحدثنا كيف أنقذ آخر المدنيين من هذا المكان الملعب اللي تحصن فيه داعش لعدد أيام وكان عم يقاوم مقاومة شارسة هون أهم نقاط للداعش كان هالملعب اللي كان محتجز فيه المدنيين منلاحظ أنه تحت بالقبو في عنده نسجن هون يعني كانوا متحصنين المدنيين لهيك تأخرت لحتى حررنا هالملعب انتهى تنظيم داعش في هذا المكان ولكن آثاره ومخلفاته تبقى شاهدة على حقبة سوداء عاشها سكان هذه المدينة هذا هو الملعب الأسود آخر النقاط التي تم السيطرة عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية بعد معارك عنيفة جرت في هذا المكان ليتم بعدها الإعلان عن تحرير كامل مدينة الرقة رونك شيخي لأخبار الآن من مركز مدينة الرقة سبع سنوات من الحرب في سوريا خلفت أعدادا كبيرة من المصابين والمعاقين بات معظمهم في حاجة مسا للعلاج لكن ومع صعوبة العبور إلى دول الجوار لتلقي العلاج وقلة المراكز التي تعنى بهذا الأمر أجبر كثيرون منهم على التماشي مع واقعهم والتغلب على الإعاقة بشتى الوسائل الأمر الذي دفع الشاب أسعد مصطفى إلى تأسيس مركز للعلاج الفيزيائي في ريف إدلب التفاصيل مشاهدين في التقرير التالي أن تتحول إلى إنسان معاق وتبدع في إدارة حياتك وتنظيمها وتصر على البقاء ليس بالأمر السهل الإعاقة ليست إعاقة الجسد بل إعاقة العقل والروح عبارة يرددها أسعد ويتخذها شعارا للتغلب على الإصابة التي نتجت عن غارة جوية على قريته بريف حما أدت إلى فقدانه الإحساس بنصفه السفلي هلأ أنا بالحالة الطبيعية ما بحتاج لحد يساعدني بهذه الأمور يعني بضغط على حالي مرة اثنين ثلاثة لحتى أنه يكون عندي أسرار أنه أنا هاي الشغل اللي ببيتي أنا لازم أشتغله مثل الدهان فرجيتك المقطع الدهان أنا دهنت بيتي بالنسبة للبواب كمان أنا اشتغلتهم بالنسبة للكهرباء عدة أمور بالبيت أنا بشتغله ما بحتاج أي حدا استأنف أسعد حياته بعد الإصابة في خيمة على الشريط الحدودي مع تركيا يعيش وزوجته حياة بسيطة ويذهب بسيارته التي قام بتعديلها لتتماشى مع وضعه الآن يقودها كل صباح إلى المركز الذي أنشأه بجهود شخصية لعلاج المعاقين والمصابين جراء الحرب ويشرف على بعض التمارين العصبية للمرضى كانت الإصابة بالعامود الفقري كسرت عندي فقرة وضغط عن النخاء الشوكي أدى لشلل السفلي عملت عميلي تسبيت فقرات وكان الوضع كثير صعب عانيت كثير بالبدايات زرت كثير مراكز يعني ما في أمل كان الأمل كثير ضعيف إصرار أسعد على متابعة حياته وكأن شيئا لم يكن دفع كثيرين ممن تعرضوا لإعاقة دائمة لارتياد هذا المركز والعلاج فيه بعدما كانوا قد فقدوا الأمل جراء لعاقة من ألم لعاقتي يوجد التحدي والإصرار على تحقيق الإنجازات التي تعم بالفائدة على المجتمع بشكل عام وعلى الفرد بشكل خاص عدي سطوف أخبار الآن ريفو إدلب الشمال اتجهت الولايات المتحدة وروسيا إلى مواجهة في مجلس الأمن الدولي حول تمديد مهمة لجنة التحقيق المكلفة بتحديد مسؤولية الهجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا حيث تريد موسكو ربط ذلك بتقرير اللجنة المقبل خلافا لرأي واشنطن ولندن وفاريس إلى العراق حيث بدأت الحكومة العراقية المركزية بتسلم إدارة المناطق المتنازع عليها مع أقليم كردستان بعد انسحاب قوات البيشمرقة وفق اتفاق أبرم بين الطرفين وقال مراسلنا إن عملية إعادة الانتشار التي تنفذها القوات العراقية في تلك المناطق تسير على نحو سلس ومن المتوقع أن تستكمل في جميع المحاور هذا اليوم تفاصيل أوفة في سياق تقرير مراسلنا ويسام يوسف اتفاق الحكومة المركزية وإقليم كردستان بتسليم إدارة المناطق المتنازعة عليها للقوات العراقية بدأ مرحلة التنفيذ بعد انسحاب قوات البيشمرقة تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة بالدخول إلى الساتر الترابي للبيشمرقة لفرض سيطرة القانون وحيبة الدولة في المناطق المتنازعة عليها والتابعة داريا لمحاولة نينوى وليس لدينا أي مشكلة مع المدنيين المتواجدين من أخواننا الأكراد واليزيديين والمسيحيين وإنما لفرض حيبة القانون القوات العراقية المشتركة في مناطق سهل نينوى وبعد انسحاب قوات البيشمرقة من مناطق بحشيقة فتحت الساتر الترابي الذي كان يفصلها ودخلت للسيطرة عليها وفق مقتضيات الاتفاق فإن الخط الفاصل بين القوات العراقية المشتركة وقوات البيشمرقة سيكون منطقة الكلق من الجهة الجنوبية للموصل ومنطقة الشيخان من الجانب الشرقي لها ونحن نريد العراق موحد والعراق يكون واحد ولا يكون مقسم إلى أجزاء متعددة وهذا فلان وهذا فلان احنا ما رد هذا الشيء احنا نريد عراق واحد اذا كان قليم واذا كانت بصرة او بغداد او فاو او كوت او كان من يكون في محافظات العراق كلها احنا هذا الشيء ما نريده احنا نريد عراقيين وكل ما وحده ونطق كلمة الله أكبر وعلى علم واحد علم عراقي الله أكبر يرفع على كل العراق لا هذا كردي ولا هذا مسيحي ولا هذا يزيدي ولا هذا مسلم ولا هذا فلانشي احنا نريد نكون ييد وحده ونكون مصالحة وطنية ونكون على ضربتنا واحد على الارهاب والداعش وغير داعش والكل لعادي هذا العراق املية الانتشار التي تنفذها القوات العراقية المشتركة بالتعاون مع قوات الفيشمارقة تسير على نحو سلس إلى حد الآن ومن دون وقوع أي مواجهة عسكرية بين الطرفين ومن المتوقع أن تستكمل عملية إعادة الانتشار في جميع المحاور هذا اليوم لنشرتنا بقي مشاهدين ولكن لنا عودة بعد فصل قصير أحييكم من جديد عملية أمنية للقوات الباكستانية كانت كفيلة بتحرير الأمريكية وزوجها الكندي وأبنائهما الثلاثة من قبضة شبكة حقاني بعد خمس سنوات من اختطافهما ما أعلنه الكندي جوشوا بويل صادم لسيما ما يتعلق باختصاب زوجته الحامل ولكن ما آلت إليه عملية الاختطاف يضع شبكة حقاني أمام حقيقة صاعقة نتابعها في التحليل التالي الكندي جوشوا بويل وزوجته الأمريكية كايتلين كولمان بدأ بالتعافي مما حدث لهما بعد اختطافهما خلال رحلة لهما إلى أفغانستان تم إنقاذهما مؤخرا من قبل القوات الباكستانية وهما يتكيفان الآن تدريجيا ليكون حرين مرة أخرى عندما تم اختطاف الزوجين من قبل إرهابي شبكة حقاني في عام 2012 كانت كايتلين كولمان حاملا ووضع طفلتها أثناء أسرها يقول بويل إن زوجته تعرضت للاختصاب من قبل إرهابي شبكة حقاني الذين قاموا أيضا بقتل ابنتهم الرضيعة وتم أسر الزوجين لوقت طويل للدرجة أنه كان لديهما الوقت لإنجاب طفلين آخرين وهذا ما جعلهما يتمسكان بالحياة إن الظروف التي احتجزا فيها أقل ما يمكن القول عنها أنها غير إنسانية تم إنقظهما من قبل القوات الباكستانية بعد تبادل لإطلاق النار يوم الخميس الماضي حيث أدرك بويل أن طفله الأوسط الذي يبلغ من العمر عامان لم يسبق له أن رأى شعة الشمس من قبل فأي نوع من الناس الذي يحرم الطفل من رؤية شعة الشمس لسنوات؟ أرادت شبكة حقاني التجارة بالزوجة مقابل المال المال للمجموعة أو ربما لقادة المجموعة المجرمين في النهاية كانت صفقة صاعقة للخاطفين إذ أنهم لم يحصلوا على شيء وخسروا تأييد الناس حتى اقتصاديا كانت خسارة كبيرة لهم عملية فاشلة لم تكن تستحق المخاطرة تحاول جماعات مثل شبكة حقاني أن تأى بنفسها بعيدا عن جرائم داعش الوحشية ولكن عندما يبقون النساء والأطفال في الأسر لسنوات كيف يختلف ذلك عما فعله داعش؟ اختطاف الزوجين بويل وكولمان أيضا كان بمثابة تذكير للمجتمعات التي تفطر إلى أن تكون على اتصال مع الجماعات الإرهابية مثل شبكة حقاني فهذه الشبكة الإرهابية لا تجرب إلى المتاعب لنفسها وللمجتمعات التي تختبئ داخلها يختطفون الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال فقط لتمويل العنف ولتغطية تكاليف حياة رفاهية التي يعيشها قادتهم كشفت بيانات وكالة مراقبة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس عن تزايد عدد المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا من بلدان المغرب العربي عبر البحر المتوسط وقالت فرونتكس إنه على رغم من أن إجمال عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بلغ نحو خمسة ألاف وستمائة شخص في شهر سبتمبر أيلول الماضي على أساس سنوي زاد عدد القادمين من الجزائر وتونس مقارنة بالشهر السابق عليه مع تزايد فضح النساء عبر العالم لحوادث التحرش الجنسي التي يتعرضن لها أظهر تقرير لمؤسسة تومسون رويترز أن القاهرة هي أخطر مدينة على النساء وأن التهديدات أصبحت أكبر منذ ثورة عام 2011 التفاصيل مشاهدين في تقرير الزميلة ديمان جم فرضت القاهرة نفسها كمدينة غير آمنة للنساء خاصة في عام 2011 بعد أن ارتكبت سلسلة من الاعتداءات الجنسية العنيفة في ميدان التحرير ففي دراسة عن أوضاع النساء في المدن الكبيرة التي يزيد عدد سكانها عن عشرة ملايين نسمة احتلت القاهرة المرتبة الأولى في قائمة أخطر المدن العالمية بالنسبة إلى النساء في عام 2017 متخطية بذلك نيو ديلهي وكراتشي وكنشاسا بحسب الخبراء تتعرض النساء في القاهرة للتحرش يوميا منذ عام 2011 إذ أن نسبة البطالة العالية تعني فرصا أقل أمام النساء لكسب استقلالهن المادي إضافة إلى أعداد كبيرة من الرجال المحبطين والعاطلين عن العمل لا سيما الشباب بالإضافة إلى الترتيب العام صنفت الدراسة المدن التسعة عشرة على اللائحة بناء على أربعة معايير أساسية ففي المعيار الأول وهو العنف الجنسي احتلت القاهرة المرتبة الثالثة بعد نيو ديلهي الهندية وساوبولو البرازيلية ووضعت الدراسة علامة سيئة على عبارة يمكن للمرأة أن تعيش في هذه المدينة دون مواجهة خطر العنف الجنسي بما في ذلك لاغتصاب الاعتداءات الجنسية والتحرشات أما حسب المعيار الثاني وهو نظام الرعاية الصحية فقد تقاسمت القاهرة المرتبة الثالثة مع العاصمة الباكستانية كاراتشي التعاني مصر بشكل عام من خلل كبير في بنية نظام الرعاية الصحية ومن الصعب معرفة الحجم الحقيقي للإنفاق الصحي نظرا لتعدد المصادر وتنوعها الممارسات الثقافية السلبية كانت المعيار الثالث وبهذا الخصوص أعطت الدراسة أسوأ علامة للقاهرة من بين المدن التسعة عشرة التي تم إجراء الدراسة عليها فبحسب الدراسة فإن المرأة في القاهرة ليست محمية من الممارسات التي يمكن أن تكون ضارة مثل الختان والزواج المبكر أو القصري والإجهاد بسبب جنس الجنين وهو ما يعرف بوأد البنات أما حسب المعيار الرابع وهو الفرص الاقتصادية فقد احتلت القاهرة المرتبة الثانية من حيث حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية مثل البحث عن العمل والتملك وافتتاح حساب مصرفي وخلال لقاء لها في برنامج سيديو الآن أكدت أستاذة الفلسفة الإسلامية والعقيدة في جامعة الأزهر الدكتورة آمنة محمد نصير أكدت أن القاهرة لم تعد بالفعل آمنة بالنسبة للمرأة وعددت أسباب ذلك نتابع معا أهم الأسباب التي أوردتها الأستاذة نصير القاهرة لم تعد آمنة على المرأة الحقيقة اسمحوا لي أن أحلل هذا الأمر لأن له أبعاد كثيرة أولا نحن في هذه المرحلة نعيش على ركام ثقافي سلبي على تقاليد سلبية ضد المرأة على تراجع في النظرة القوية المرأة التي كان لا يقال لها إلا يهانم يعني حتى لا كانت يقال لها اسمها مجرد من اللقب ما الذي دهانه ولماذا وصلنا إلى هذا اسمحوا لي أقول الآتي أولا ظهور هذا التدين الشكلي من خلال أهل الجمود وأهل التطرف الذين ما في شك أنهم اجتالبوا كثير من ثقافة بعض دول الجوار في نظرتهم للمرأة التي كانت تحوز على أعظم احترام وتقدير في بلدنا من صعيدنا إلى بحرنا ما الذي حدث؟ هذا الأمر الأول الذي ألوم عليه أن هجرت كثير من الأثر المصرية إلى دول الجوار ثم عادوا وهم يحملون ثقافة وقيم وفتاوى غريبة عنه أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص نحو 120 مليون يورو لمساعدة الدول الأوروبية على حماية الأماكن العامة في مدنها التي باتت عرضة أكثر فأكثر لهجمات متطرفين بكلفة زهيدة كما حدث في برشلونة نصت خطة العمل على تخصيص نحو 18 مليون ونصف المليون يورو بداية من عام 2017 لمشاريع عبر الدول تحسن حماية الفضاءات العامة و100 مليون يورو في عام 2018 لمساعدة المدن التي تستثمر في حلول أمنية أيضا في أخبارنا مشاهدين أعلنت المذيعة التلفزيونية الروسية كيسينيا سوبتشاك عن قرارها الترشح للانتخابات الرئاسية الروسية لعام 2018 وجاء في رسالة بعثتها إلى صحيفة فيدو موستي الروسية في هذا الصدد أنها قلقة على مستقبل روسيا نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد فاصل أخير فلسطينية تنتزع لقب بطل تحدي القراءة العربي عن جدارة أحييكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجولنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الشرق الأوسط التي نقرأ منها واتساب تتيح تتبع مواقع أصدقائك بالزمن الفعلي قدم تطبيق المراسلات الفورية واتساب إحدى المزايا التي كان ينتظرها المستخدمون بشدة وهي معرفة مواقع أصدقائهم لحظيا الميزة الجديدة تدعى لايف لوكيشن تسمح للمستخدم بمشاركة موقعه الجغرافي لحظيا بالزمن الفعلي مع الشخص الآخر الذي يتحدث معه ونطالع مشاهدين من صحيفة الرأي الكويتية علماء يدعون إلى زراعة مزيد من الأشجار لمكافحة التغير المناخي جاء في تفاصيل الخبر أظهر دراسة دولية أن زراعة الغابات وغيرها من الأنشطة التي تسخر قوى الطبيعة ربما تلعب دورا كبيرا في الحد من آثار الاحتباس الحراري وفقا لاتفاق باريس المناخ المبرم في عام 2015 من صحيفة النهار اللبنانية مشاهدين اخترنا لكم تحذير هام شبكات الواي فاي تعرضت للاختراق ذكرت الحكومة الأمريكية أن تكون شبكات الواي فاي قد تعرضت للاختراق إذ تبين وجود مشكلة مع معيار وايب تو المستخدم في كل شبكات الواي فاي تقريبا ما يعني أنه من المحتمل أن أي شبكة يتم استخدامها حاليا يمكن اختراقها صحيفة اليوم السابع المصرية مشاهدين عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم يوتيوب نجحنا في إزالة 83% من الفيديوهات الإرهابية دون مساعدة المستخدمين أعلن موقع يوتيوب أن تكنولوجيا الإبلاغ عن المحتوى المدمجة بخدمته أصبحت الآن جيدة بما فيه الكفاية إذ ساعدت الموقع على إزالة الفيديوهات غير المناسبة قبل إبلاغ المستخدمين عنها وختاما مشاهدين من صحيفة الوئام السعودية منظمة صحة العالمية انتشار كارثي لأمراض السرطان بزيادة 70% تنبأ ممثل منظمة الصحة العالمية بانتشار غير مسموق لأمراض السرطان في العالم وزيادة عدد المصابين بها بنسبة 70% في السنوات القليلة المقبلة وقال مختصون روس في أمراض السرطان إن شخصا واحدا تقريبا من كل اثنين سيصاب بالسرطان بشكل أو بآخر قريبا نعود إلى أخبارنا مشاهدين وفيها أيضا قال اتحاد عيادات أمراض الرئاء الألماني إن الضيق التنفس لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن يتفاقم بسبب قلة الحركة ولتجنب هذا الخطر ينصح الأطباء الألمان المرضى بممارسة الرياضة مثل المشي العادي أو المشي باستخدام العصي أو ركوب الدراجات الهوائية أو ممارسة تمارين اللياقة البدنية كرم الشيخ محمد بن راشد المكتوم يوم أمس في دار الأوبرا في دبي الفائزة في منافسات تحدي القراءة العربي وفازت الفلسطينية عفاف الشريب المركز الأول التفاصيل مع الزميل جمال العربي لدينا الفائز الأول عفاف شريب المركز توجه شيخ محمد بن راشد المكتوم الطالب عفاف شريف من فلسطين بطلة لتحدي القراءة العربي في دورته الثانية عفاف افتكت المرتبة الأولى عن جذرة واستطاعت أن تنال لقب البطلة بعد منافسة قرائية ومعرفية شهدت مشاركة الملايين من الطلبة العرب وأنام وأحيض وأنقذ وأن أكون متدربة في مدرسة الحياة أهد أن أطبقنا أهرى الحمد لله رب العالمين أن أكرمني بالمركز الأول هو حلم قد تحقق قبل عام من الآن عندما شاهدت إعلان بطل تحدي القراءة العربي في الدورة الأولى وضعته هدفا أمام عيني أن أكون البطلة في الدورة الثانية كثبت جهودي وبذلت قصهر جهدي ولقد حفزت كل جوارحي للمضي قدما والإحراز هذا اللقب فهو نصر وفوز لي والفلسطين اليوم أهمية هذه المبادرة أنه سموه شيخ محمد استطاع أن يحول مشكلة أن العرب لا يقرؤون إلى تحدي والأعجب أن يفوز في هذا العدد الذي يقارب الثمانية مليون من كل أنحاء العالم نحن نشكر لكل من أولا صاحب المبادرة شيخ محمد ونشكر كل من ساهم في إعطاءنا هذا الأمل منافسة شارك فيها طلاب الجزائر وغابت عنها فاطمة غلام شهيدة القراءة فاطمة قد تعرضت في شهر أبريل الماضي لحادث أليم أودى بحياتها بينما كانت في الطريق من بلتها التي تبعد نحو 1800 كم عن العاصمة الجزائر للمشاركة في تصفية نهائية من تحدي القراءة العربي على مستوى بلدها ليتوقف حلمها قبل أن تواصله فرحة كبيرة فاطمة ونطلب لها الرحمة من عند الله ومت الشهيدة وتهدف المبادرة التي أطلقها شيخ محمد بن راشد المكتوم سنة 2015 إلى ترسيخ ثقافة القراءة في المجتمع وتكريس عادة القراءة لدى شباب الوطن العربية والنهوض باللغة العربية كلغات حوار وإبداع والحرس على تعزز قيم الانفتاح الحضاري والتسامح لدى الأجيال الجديدة الكل فائز في تحدي القراءة الذي شارك فيه قرابة ثمانية مليون مشارك وبهذا يكون المشاركون قد كسروا القاعدة التي تقول أن العرب لا يقرأون جمال عربي لأخبار الآن من أمام دار الأوبرا بدبي أطلقت شركة جوجل تحديثاً لتطبيقها جوجل مابس من شأنه إتاحة الفرصة للمستخدمين لزيادة بعض كواكب المنظومة الشمسية وأقمارها وأصبح الأمر ممكناً بفضل الصور الفوتوغرافية التي التقطتها مسبار كاسيني أثناء عمله في الفضاء البعيد على مدى عشرين عام أضف واتساب ميزة جديدة لتطبيقه على الهواتف الذكية يتيح للمستخدمين مشاركة الموقع في الوقت الحقيقي وتتبع الأصدقاء أو الأهل أو الأبناء خطوة بخطوة وأطلق واتساب ميزة جديدة اسمها Share Live Location وستندرج تحت Band Location يستطيع المستخدم تحديد الوقت لمشاركة الموقع مع الشخص الآخر تتروح بين 15 دقيقة وساعة وثماني ساعات أطلقت شركة أكاكوس الإماراتية المتخصصة بالتكنولوجيا والحائزة جائزة المائة ألف يورو المخصصة لأفضل شركة ناشئة في معرض أنتكس جاي تيكس لعام 2016 أطلقت المرحلة الثانية من حلول إدارة النقل وهي التوصيل بدون سائق والتي من المقرر أن يبدأ العمل بها على طرق دبي بحلول عام 2020 وقبل ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بما جاء فيها من عنوين أخيراً الرقم حرر من داعش وسوريا الديمقراطية تمشط المدينة فرونتكس تؤكد تزايد تدفق المهاجرين من شمال أفريقيا إلى أوروبا والاتحاد الأوروبي يخصص مئة مليون يورو لمكافحة الإرهاب إذن بهذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائماً لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع أعود وألتقيكم مشاهدين الكرام بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأنباء كونوا معنا اشتركوا في القناة